أنا بدي روح لأحد مثلا الأشخاص أحد رؤساء الأندية تم استدعاه على منشور كان خارج الملعب وسائل العلام موجود هذا في الدائحة بذب تقول لساء من خلال وسائل العلام لكن من نسب بهذا الشيء؟ أنا حكيت لك هلأ التنسيب بتم إما من خلال شكوى يعني ممكن شخص من أطراف اللعبة من أي طرف من أطراف اللعبة ممكن نطوم بالشكوى يعني أنا ما بعرف في مثلا قضية زيادة في الباية تم استدعاه على خلفية يعني كلنا يمكن قرانة بوسائل العلام في وجود قضية بينه وبين رئيس نادي سابق لكن هل تم استدعاه من تلقاء اللجنة نفسها حسب ما سمعت أنه تم استدعاه وبنان على شكوى يعني تم شكوى أنه هذا الفعل تم أنت كاتحاد مثلا لازم تدخر وتحقق فيه الشخص الذي يذهب يعرف مثلا هون القصة للأصل بصراحة يعني إحنا نحافظ على الشفافية لآخر مرحلة نعم فعلا يجب أن يعرف يعني الأصل حتى لو فيه شكوى الأصل أطلع أنا لحت الشكوى نعم هلأ أنا بحكي لك يعني لما بطلع بصراحة بلاقي أنه في دباج بستعملوها اللاعحة التأدبية الامتثال الكامل لوح وأنظم التعامل القراط أنا ضد هذا الشيء أنت الأصل عندك لاحة تأدبية محددة في مواد لما أنا اليوم يعني خلينا أقيسها مثلا على القوانين المحاكم عندي دستور عندي قانون عندي أنظمي عندي تعليمات فأنا هذا التدرج هو الوارد كل شيء بفسر شيء الذي يسبقه نعم فأنا ما بسير آجي مثلا في قضية نزاع تجاري آجي أقول المادي كذا من الدستور أنا بطلع على القاعدة العامة أنا بآجي بطلع على القاعدة الخصصة أنا أعضو لجنة تأدبية الأصل أني أجي أتبع شو اللجنة التأدبية بالنص شو وجه المخالفة فالأصل الشخص هذا أنت توجه له تحكي له أنت ارتكبت المخالفة التالية وإحنا بدنا نحقق في هذه المخالفة هم من حيث المبدأ يعني حسب ما بعرف أنا الإجراءات اللهم بقوموا فيها ما بفهمه الشخص اللي بطلبوا المثول أمامه شو وجه المخالفة تحديدا هم بطلبوا له المثول للتحقيق الآن التحقيق مين اللي طلبوهم بالبداية لاحظ اللي طلبوا يعني اللي طلب تعديل هاي المادة وإضافتها لم تكن موجودة من السابق اللي طلب تعديلها الأندية وصرت عليها بالعكس المادة خلينا أرجعك نص المادة المادة 116 فقرة واحد باللجنة التأدبية شو بتحكي يجب الاستماع للأطراف قبل اتخاذ أي قرار أنا برأي هذا قمة العدالة هذا حق تعتبر نص مادة رائع طب ليش يعني أنا شوف اللجنة التأدبية بالسابق وأنا عفوا حتى يعني كمحامي وحدات كثير استأنفت قرارات لللجنة التأدبية وكثير منها فوسي اخترأ يعني القصة هاي اللي كانت النقطة الرئيسية كنا نصر أنه نطلع على تخريم مراقب المباراة مراقب الحكام كان ممنوع ما نعن باتهم كلامك جميل الآن صار مسموح فشيء رائع يعني نحن في تطور في الموضوع كلامك جميل الاستدعاء في هذه الحالة وحسب المادة 116 يوضح لنا كمتابعين بأنه يعقى الاتحاد أو اللجنة التأدبية تعطي لهذا الشخص الحق في الدفاع النفس بالضبط جميل لماذا الشخص المستدعى يبين لنا وأنه متهم ومطالب للتحقيق ومطالب 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 يعني الهدف من كل هذا ونفس الوقت عندنا ثلاث حالات أنا بتتحدث عنهم بدون ذكر أسماء حالة اعتذرة لظرف ما نعم للتواجد خارج البلاد نعم وحالة لم تذهب وحالة حضرت نعم يعني ثلاث حالات موجودات هذه الحالات الثلاثة هل ينظر كذلك بعين يعني في العذر موجود شوف علي أو يكرر الطلب مرة أخرى والحالات الثلاثة يعني مختلفة حالة حضرت حالة لم تذهب حالة اعتذرت لظرف ما يعني شوف علي زي ما حكينا الأصل بالتقاضي أنه تترك مجال للطرف الآخر أنه يبدو دفوعه وإعترضاته ما يسمى وبيناته الدفاعية نصح التعبير اليوم إحنا لو بدنا نقيس اللي بحصل في لجان الاتحاد على الحالة العامة بالمناسبة لجان القضائية الفيفا أيضا من ضمن نصوصها العامة أنه في حال لم يجد يعني لم يرد عندك نص بلاحة الفيفا وإنت كلاحة محلية أردت أنك تضيف وبما يتفق مع قوانينك المحلية ليس هناك ما يمنع وأيضا أنا حتى باللواحة المحلية يعني أنا بأوضاع اللاعبين كثير مرات بطبق قانون العمل لأنه أقرب عقد لعقود اللاعبين هو عقد العمل نعم كذلك اللاحة التعديبية يعني هي إذا وجدت أنه لم يجد هناك نص أو حالة مستحدثة ما فيها نص بإمكانها أيضا تطبق القوانين المحلية بهذا الجانب والقوانين اللي بتحكم عمل الإجراءات التقاضي من ناحية الجزائية اللي هي قانوص المحاكمات الجزائية خلينا نحكي فإنت اليوم إليك الحق أنك تستدعي من حيث المبدأ الشخص المثول أمامك للتحقيق نعم فالاستدعاء هو من صلب صلاحيات اللجنة يعني اللجنة بتستخدم صلاحيات نعم فهي بداية ما اتغولت فاله اليوم أنا كرئيس نادي بدي أمثل أو ما بدي أمثل هل هي صلاحية تقدرية لا يعني ليست صلاحية تقدرية ليش هلأ منيجب نحكي مثلا ناس كثيرا شوف تواصل أنا حلل كمتابع أحيان بعض الشخص خذها شعبوية شكرا جزيلا أنا يعني بشوف عوسائل التواصل الاجتماعي لا وهذا نوع من التجبر وهذا أنت يعني ليش نوع من التجبر إحنا حكينا أنه إحنا بمنظومة يجب أن تحكمها قواني المؤنظمة وللأمور بتسيب نعم يعني أنا اليوم إذا ما عندي لكل حدث عقوبة الأمور بتصبح يعني على الغارب وهذا شيء خطير طيب أنا اليوم ما بدي أتغول في العقوبة شو الأصل الأصل أي شخص بتم استداءه يمثل ويطلب من اللجنة أنت ليش طالب هل أنت طالبني في أمر محق أم أمر غير محق شو وجه المخالف اللي أنا قمت فيها يعني أنت تعال لما بتحكي لي أنه مثلا المسؤولين يعني خلينا نحكي الإختصاص اللي بنحكي فيه بالنسبة لل الرؤساء الأندية نعم هو بنطبق عليه اللي هي عقوبات المسؤولين تمام عقوبات المسؤولين نصت عليها اللعحة التأدبية هل لا الإساءة في وسائل الإعلام يعني هل الإساءة في وسائل الإعلام صلاحية اللجنة التأدبية بتفسيرها وفق ما ترتعي لا طبعا ما هو النص إجعام كل من يسي إلى أي مثلا ولكن أنا اليوم تقول لي أنت أسايت بوسائل الإعلام وتطلبني للمثول أمامك حق اللجنة تطلبني وأنا حقه أن أبدأ دفوعي وإعتراضاتي بالكامل إذا في النهاية في شيء اسمه وزن البينة قبل إصدار القرار إذا اللجنة التأدبية وزنة البينة وجدت بأنه ما صدر وما تلفظ مثلا في رئيس نادي معين من قبيل الإساءة فيك حالة بتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها باللعحة إذا وجدت أنه ما فيه إساءة بعد وزن البينة ما فيه أي شيء ولكن عدم المثول هو اللي بترتب عليه عقوبات يعني عدم المثول بترتب عليه عقوبات الغرامة بترتب عليه عقوبات للإيقاف فاليوم أنا لما بتطلبني اللجنة التأدبية الأصل إني أروح وابدت غرامة على صندوق النادي بس أشوف فيه الغرامات لما بتصدر تصدر بصفة الاعتبارية على صندوق النادي بس فيه كثير يعني الأنظمة الداخلية للأندية فيه أغلبها أصبح فيها نصوص أنه في حال كانت العقوبة أو تسبب أحد أعضاء الإدارة بغرامة مالية على نادي أنه يتحملها بشكل شخصي فيه كثير يعني أنظمة داخلية الأندي بتنص هذا الشيء يعني أنا قرأت كذا نظام لكذا نادي إنما نظام تسجيل وترخيص الأندي لأك شبابي نص عليها بشكل عام بدون يعني تفسير دقيق أحد رؤساء الأندي عبر الواتس يقول أنا تم الشكوى من قبل أمين سر الاتحاد يعني قلعين نتحدث أنه من ضمن المنظومة شيء طبيعي لا ما أنا حكيت لك ممكن تيجي بشكوى ممكن تيجي من تلقاء نفسها ممكن تيجي حسب تقريب مراقب موضوع نجد حمين سر الاتحاد هو جزء من الأشخاص اللي من حقه يشتكي جزء من أركان اللعب موضوع تكرر أو تكرار الشخص رئيس النادي بالشكوى والمنثول أكثر من مرة يعني العقوبة ما تضعف ما في مبدأ مثلا لا هو موجود هو باللاحة التأذيبية في قواعد اللي بسموها قواعد ملزمة وفي قواعد اختيارية هلأ التكرار ممكن يترك مجال للجنة إنها ضعف العقوبة لأنني أنا حكيت لك أغلب العقوبات ما إجت بشكل محدد يعني إجت يعني بألفاظ على الأكثر على الأقل مثلا تكرار تكرار الفعل طبعا تكرار الفعل ممكن يعطي صلاحي للجنة بمضاعفة العقوبة في بعض نصوص إجت يعني في نصوص إجت أنه في حال التكرار تصبح العقوبة كذا وكذا ولكن بشكل عام هي صلاحيات اللجنة في حال التكرار بمضاعفة العقوبة يعني هي صلاحيات تقديرية في النهاية على نفس الشخص ينطلب لأكثر من شيء سيئة انطلب على نفس السبب لا يجوز محاكمة الشخص عن نفس السبب عن نفس الجرم خنا نحكي إن صح التعبير لأكثر من مرة ولكن إذا بينطلب أكثر من مرة على أكثر من حدث ليس هناك ما يمنع يعني أكيد يعني انتقيسها لاعب في الملعب لاعب في الملعب مثلا شتم الامبرال بعد شتم أجي أقول لأ من بالامبرال ما إلى علاقة ترجمة نانسي قنقر